بعد ثلاث سنوات من فطور العلاقات بين البلدين يقوم الرئيس الفرنسي إمانويل مكخو بزيارة المملكة المغربية لإرساء طموح جديد للعقود القادمة وإدراج هذه العلاقات في سياق التحولات السريعة التي تشهدها الساحة الدولية ومن المنتظر أن يحضر رئيس الفرنسي وزوجته باستقبال رسمي من طرف جلالة الملك محمد السادس مساء يوم غد في ساحة المشور كما سيجري مباحثات مع الأهل المغربي بالقصر الملكي بالرباط سيتخللها حفل توقيع اتفاقيات بحضور قائدين البلدين وعدد من المسؤولين الفرنسيين والمغاربة رفيعي المستوى وسيقوم مكخو وحرمه خلال اليوم نفسه بزيارة إلى دريح محمد الخامس بحضور محمد لعقوبي والجهة الرباط سل الخنيطرة عام العمالة الرباط قبل أن يتوجه إلى البرلمان حيث سيلقي خطاباً أمام مجلسيه في جلسة مشتركة ليجري بعدها لقاءات مع مقاولين فرنسيين ومغاربة إضافة إلى مهتمين بالصناعات الإبداعية بالجامعة الدولية بالرباط ويختتم هذا اليوم بمأدبة عشاء يقيمها الملك محمد السادس على شرفه بالقصر الملكي بالرباط ومن المرتقبان يجري مكخون خلال اليوم الثالث الأخير من زيارته إلى المغرب لقاءاً مع طلبته مغاربة وأفارقة حول موضوع الأمن الغدائي والزراعات المستدامة بمقر المكتب الشريف للفصفاد قبل أن يلقي كلمة موجهة إلى الجالية الفرنسية المقيمة في المملكة المغربية وسيكون الرئيس الفرنسي مرافقاً بوفد رفيع المستوى يتكون من عشرة وزراء على رأسهم برونو ريطايلو وزير الداخلية وجونويل بارو وزير الشؤون الخارجية إضافة إلى سيباسيان ليكورنو وزير الجيوش ورشيداتي وزيرة الثقافة إلى جانب كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والسيادة الغدائية وإلى جانب المسؤولين الحكوميين سيرافق ماكورنو أيضاً عدداً من المسؤولين المنتخبين والنواب إضافة إلى عدد من ممثلي ومسؤولي الشركات وشخصية أخرى من عالم الثقافة والرياضة والأدب صحف فرنسية أكدت أن الرئيس ماكورنو يرغب في جعل هذه الزيارة نقطة انطلاق لشراكة جديدة وأكثر توازناً مع المملكة المغربية مسجلة أنه إلى جانب القضايا الاقتصادية ستحتل القضايا البيئية والثقافية والتعليمية والتكنولوجية حيزاً مهماً في أجندة هذه الزيارة ورجحت صحف عينها أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة عقوداً بأكثر من 3 مليارات يورو منها توقيع صفقة لتزويد المغرب بـ 12 طائرة مروحية من طراز كاراكال تتراوح قيمتها ما بين 600 و 800 مليون يورو إضافة إلى إمكانية بحث حصول الجيش المغربي على غواصات فرنسية الصنا فهل تتوج هذه الزيارة بفتح فرنسا لقنصليتها بالداخل؟